السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نشارك معكم كس كس والطعام اكس بخاز سيكون سريع جدا سهل جدا وسوف نمضي لكم حتى المقادير المضبوطة للماء بالنسبة للمبتدئة سوف نرفقه بالفول الاخضر ونفوره كذلك سوف نطيب لي بسرعة البرق وقدرت معهم بصنع منزلي اذا احبتوا اكتر تفاصيل معكم الا تتبعوا الفيديو حتى النهاية نقولوا بسم الله وندخلوا مباشرة في المقادير عندي كمية من الفول الاخضر يعني هاد الفول حاولوا تخيروا نوعية جيدة كل مكان طريق كل ما راح تتحصلوا على نتيجة فقط نقسم الحبة على اثنان يعني راح تتقطع لي وبكل سهولة دلالة على انه طاري جدا وبالنسبة لهذا الفول يعني درته تحت الحنفية وغسلته عدة مرات كما راح يعني كاين البعض اللي قطعوا الفول ولما يقطعه بالكامل يعني شلوه تحت الحنفية يعني هذا خطأ وهذا الفول يعني ما راحاش يطيب لهم بسهولة راح يقرنس كما احنا نقولوا لماذا لانه الفول يعني لما تفتحوا في الداخل هنا المبتدئات فقط راح نفتح لكم يعني شوفو كاين كيشغل الصوف ولا مادة اسفنجية اذا شللتوه لما تقطعوا الفول تعكم راح يشربكم كامل هادا كلمة وما راحاش يطيب لكم بسرعة ولهذا من الاحسن يعني راح تاخدوه قرون كما راح وشلوه عدة مرات حتى نتنقوه بالكامل ورح نشوفو كذلك طريقة التقطيع مع بعض يعني ندرت فقط طريقة على الخسيل طريقة التقطيع للمبتدئات هكذا بشي قدروا هادا الاطباق التقليدية يعني اذا كنت لحبه تعرفوا الفول طرية وكنتو في بداية الموسم وخيرتو نوعية جيدة يعني هنا شوفو راح نقطعوه بدون ما ننحلوه الاطراف يعني هنا راح يتقطعوا وحده وحده يعني فقط بدون سكين راح يتقطع لكم واذا يعني طحتوا في حبه يعني تكون شوية عاسية فمن الضروري يعني نحلو كامل هادوك الاطراف لانهم يعني يجو خيوط خيوط واذا تكيبتو هاداك الفول يعني يبيب هادوك الخيوط لما تاكلوا يعني راح تنحلوهم كامل من الفهم بتاعكم خيوط خيوط ورح يكون هاداك المنظر صراحة يعني غير مستحب يعني حبيت نوري لكم طريقة الغسل لتاع الفول لانني شوفت يعني الكثير يقطعو كما راكم تشوفو بعد يشلوه يدخلو الماء من الداخل وبعد يقرنس لهم وما يطبلهم شتمتم كذلك يعني شوفت لي قطعوا الفول بدون ما ينحلو هادا الخيوط يعني نحلو فقط الجزء العلوي والجزء السفلي ويقطعوه مباشرة يعني هنا اللي يعرفوا يسمحونا لكن ربما كين مبتدئات رام يشوفوا فينا ونتمنى يعني يتعلموا هادا الطبخ من البداية بطريقة صحيحة انا راح نكمل كل الكمية يعني نكون درت كمية مقبل وكما تشوفو يعني درتها فلا كوكوت ان اللي حبي ديرها على البخار مباشرة لكم الاختيار اللي حب هاد الفول يطبلوا بسرعة البرق يعني مرة تكونوا زربانين مرة هاداك الفول يعني جي شوية عاصي لا كوكوت يعني راح تطيبو لكم بسرعة كينا واحدة مشتاركة قتل يعني لما طيب فلا كوكوت يعني كيفاش تعمرها حتى الفوق وما تخافش يعني تترتق الرقلي لا سمح الله يعني القاعدة اللي طيبوا بها فلا كوكوت هو انكم يعني تقدروا تعمروا حتى تلث ارباع فقط والربع الباقي يعني تخلوه فارغ ولما تديروا يعني هاد القاعدة راح تطبقوها لان تكون لديكم مرقعة ولماء سوف تعمروا لكوكوت تاكم 3 اربع مستوى فقط وربع الباقي سوف تجعلوه فارغ اما اذا كانت عندكم الخضر يعني ماليش لا عمرتوه حتى الاعلى لان الخضر بطبيعة الحال لما يطيبوه سيتبالو ورح يهبط المستوى تاهم حتى النصف او ربع لكوكوت يعني الحاجة اللي تخافوها هي فقط الباقولية مثلا يكون عندكم القشور تا اللوبيا القشور تا الحميسة او القشور تا الادس يعني لما يطلعو لكم حتى الفوق رح يقفلو لكم هاد المنطقة تا الصفارة هاد فقط الحاجة اللي تخافو منها يعني حاولوا تتفادوا كل هاد الملاحظات هكذا يعني باش يكون طيب تاعكم امن فلا كوكوت هنا عندي كيما راكم تشوفوه نصف كاس تعمى يعني الكاس تاكم رح يكون في 120 مليلتر معناتها رح تديرو من 100 الى 110 مليلتر رح ندير الملح يعني من الدروري تديرو الملح في هاد المرحلة هكذا باش ميجيكمش صامت هاد الفول وانا يعني هاد الفول يعني ندلو الملح شوية بزيادة هكذا باش يجيني بنيل رح نديرو الغيطاعة لكوكوت نحطوها فوق النار يعني النار تكون مرتفعة في البداية ولما نسكر لكوكوت التاعي وتبدأ الدور هذيك الصفارة رح ننقص على النار ونخليها هادئة تماما يعني رح نخليها كالشمعة ورح نخليها حوالي 10 الى ربع ساعة رح تلقوا هذيك الفول تعكم طابلكم زبدة يعني هنا لما دور الصفارة رح نقصوا النار هادئة تماما هكذا باش ميتن شوف ليش الكميات تاع المألي درتها وميتحرق ليش هذيك الفول رح نروحوا الى طريق التحضير الكسكوسي يعني هنا من الدروري تكون عندكم علبة عندها غطاء لانه هاد الغطاء مهم جدا في نجاح العملية هنه النوعية تاع الطعام ليستخدمتها هي كسكوس ماما متوسط انا كل اسبوع ننطيب الطعام وبهذه الطريقة لكن صراحة نمو الفندير عمر بن عمر متوسط رح نكمل الوصفة بعد رح نقول لكم علاش راني نوريلكم في الماركات تاع الطعام لانه يعني الماركة مهمة جدا بعد ما فرقته في الباسينة رح ندير له اربع ملاعق كبيرة من الزيت والطعام بتاعي كمشته يعني مش الليلتوش لانه مشي طعام يعني اللي نفتله فدار رح يكون معرض للغبار للأطريبة وبالتالي يعني لازم نشل له اما الطعام اللي نشيروه من المصنع يعني رح ندير له الزيت مباشرة رح ندير له كما نديرو المبسس ولنديرو المقروض يعني دارولي الحبتها طعام كامل يتغلفوا الناع بالزيت ورح نروح لكمية الماء اللي هي مهمة جدا هنا عندي لتر ونص وعندي كاس تعلاتي وعندي نص ملعقة كبيرة من الملح لكل واحد كيلوغرام من الطعام المتوسط كين واحدة مشتركة يعني جربت الطعام مع عمر بن عمر متوسط ولما دارت يعني لتر ونص وزيت هذك الفنجل تعلاتي قاتلي جاني مع الجن شوية يعني حيرتني بهذاك التعليق وأنا هذك عمر بن عمر ومالفن طيب وكل جمعة ويجيني ما شاء الله يعني رحت جبت الطعام عمر بن عمر متوسط وجربت نفس الوصفة وبنفس المقادير وصراحة نجاني مع الجن شوية يعني مع لباليش المركة تعطعام ولا المركة تعسميد لي دارو بهذاك الطعام ربما غيرها ولهذا منجحت لهاش الوصفة ولهذا يعني عهوت الفيديو وسيت طعام ماما متوسط ورح تشوفوا باللي نتيجة رح تكون ناجحة مئة بالمئة وصدقوني يعني وش راني نوري لكم وش درت ما زيت ما نقصت هنا درت لتر ونص وزيت لها الكاس تعالاتي يعني الكاس تعالاتي في مركة ماما متوسط لازم تضيفوه ديروا نص ملعقة كبيرة من الملح بالضبط ورح يجيكم الطعام تعكم متوازن إذا تحبوا الطعام تعكم يجيكم شوية مسوس رح تنقصوا الملح أنا رح نرفض هذه الكسرنا مباشرة إلى النار ورح نخليها تصل إلى درجة الغلايا هدك الملح ما تخافوش رح يدبرنا مع الحرارة أنا لا كنت تدعي عندها حوالي ربع ساعة فوق النار على نار هادئات جدا هنا بعد ما نخرج لها كل هوا رح نفتحها ورح نوري لكم دركة نتيجة مع بعض يعني هذا الطريقة فعالة جدا وسريعة جدا خصوصا إذا كان الفول تعكم يعني شوية عاصي هنا نشوفوا الكمية على الماء اللي زيت تشكلت لي لأنه الفول صراحة يعني من الخضار اللي يزيدوا يطرقوا الكمية على السائل هنا واش تديروا رح تخلوا لكوكوتاكم بدون غطاء يعني حوالي خمس دقائق فقط على النار مرتفعة ورح نشوف لكم كامل هذا السائل اللي تبقى لكم نتمنى الفيديو ما يجيكم شو طويل ما يجيكم شو ممل يعني اللي يعرفوا طريقة تحذير طعام الفول يعني الله يبارك ولي ما يعرفوش يعني تفكروا المبتدئات حتى النساء اللي يعرفوها هذا الطريقة والطريقة على الطعام يعني تخيلوا في يومين من الأيام بنتك هذيك صغيرة رح تكبروا رح تشوف هذا الفيديو وتتعلم طيب إن شاء الله هنا كما تشوفوا هذا كلماء يعني بدعف الغليان مباشرة وهو ساخن رح نفرغوا فوق الطعام وهنا يعني ما تخلطوش فيه كامل بالملعقة يعني فرغوا الماء فقط ومباشرة ها قمت بخطوش فيها أそして شوفوا هذا كل هوا داخل الطعام ناكن تبجى فنا وهذا كان جاز عليه 12 دقيقة يعني 12 دقيقة كامل الكمية تسائل وشوفوا يعني كل حبة راهي وحدها ونضمن لكم مئة بالمئة لما راحش يعجلكم بهذه الطريقة راكم تشوفوا فيه يعني راهي كل حبة وحدها يعني هنا را نقدرنا ثلاث ارباع الوصفة هنا الطعام راه جاهز فقط راح نديروه على البخار مرة واحدة نديروه شوية زبدة وراح يكون جاهز هذه العلبة راح تخلوها جانبا لما نكملوا كامل الكمياتها طعام ونديروه الزبدة راح نديروه داخل هاد العلبة ونغطوه ونخلوها قدع باش يبقى ناسخون كاينة ملاحظة صغيرة يعني الجيهة السفلية اللي كان فيها طعام يعني ما راحش تتشرب بالسائل هنا وش نديرو راح تنحو فقط هادك الطعام يعني لي بقى لكم شوية شامخ هنشوفوا كيفاش راني ندير انا ما تخافوهش راح نحطوه جانبا راح نحاول نفتح الكمية الاخرى تعطعام يعني شوفوا هادوك الربع ملاعق كبيرة راح نحاول نفتح كل الكمية يعني اذا ما قدرتوش تديرو بيد ديكم راح نديروه بالملعقة فقط يعني طعام لما يفور وديروه في الجفنة ما تخلوه شي بقى بزاف والا راح يبقى لكم كتلة واحدة اذا جاكم ساخن راح تخدموا بالملعقة انا بعد ما افتحت كامل الطعام بتاعي راح نجيب هادك الكمية اللي كانت في الاسفل تعال العلبة يعني كما تشوفوا راح شوية شامخة راح نحاول نوزحها من الفوق كامل هكذا باش تتعرض للهوا ورح تنشفلي انا راح نخلي الكوسكوسي تاعي على هذه الحالة حوالي خمس دقائق هكذا باش ينشفلي مليح مليح وكما تعرفوا الكوسكوسي يعني كل ما تخلوه ينشفي هاد المرحلة راح تتحصلوا على نتيجة افضل يعني هايليك نتيجة ما شاء الله وكأننا ندرناه على طريقة تقليدية يعني هذ الفيديو جا شوية طويل لانني درتلكم الشرح ودرتلكم كل المراحل وبالتفصيل لكن لما تطبقوا الوصفة يعني راح تديروا هذا الطعام في لمح البصر هايليك يعني شوفوا الطعام تاعي اراها كل حبة وحدة هنا وش ندير راح نجيب الكسكس تاعي يعني درت القدرة هنا يا اول ما راح وصل الى درجة الغلايان راح ندير هنا نص الكمية فقط لانه الكسكس تاعي يعني متوسط اذا كان الكسكس تاعكم كبير راح نديروا كل الكميات دفعة واحدة راح نديروا على البخار ونبعد راح نزيد ونشوفوا بقية الوصفة بالنسبة لهذا الفول ، سواء ادرتوه فلاكوكوت ولا ادرتوها على البخار يعني في الكسكس يعني توجوخ الفول بتاعهم لما تنحوهم من الكسكاس وحاولوا تديروه في مصفات يعني شوفوا كمية السائل ينزلني يعني هنا كاين لطريقة على الطعام بالفول تحتهم يعني لما يفور لهم الطعام ويفور لهم هذك الفول يدهنوهن في الزوج يعني بالزبدة ولا بزيت الزيتون ويخلطوهن مع بعض يدخيلو الطعام تعكم حتى نجعل الفول مباشرة سأعجل لكم طعام نجعل الفول خاصة بفوق النار حتى نجعل الفول من الجهة السفلية نجعل ذوق رائح لكن لا تخلطوه مع طعام لكي تحول لكم طعام للون البني لما نفور الطعام بالنسبة للمبتدئات النار يجب ان تكون قوية جدا و بالنسبة للمبتدئات فارلي فقط على الأطراف و مازال في الوسط سنقرب لكم الصورة يعني هنا لما يفور لي بالكامل حتى يلحق البخار للوسط سيكون جاهز نجعله مباشرة نجعله في الجفنة نقلبه مباشرة نجعله زبدة أو زيت الزيتون أو أي حاجة يعني تحبوا تدهنوا بها طعام متاعكم رح نخلي هنا فقط الضبدة قليلا و مباشرة وهو ساخن رح نفتحه بالملعقة و لما يبرد لي شوية رح نستخدم يدية يعني هنا في هاد المرحلة ما رحش تخلو طعام متاعكم يطول وهو على هذه الحال لأنه إذا خليته يبرد يعني رح يبقى لكم براكس براكس و لا كوريات كوريات فمن الضررية تفتحه وهو الساخن يعني الطعام اللي نشره و اللي يجي في الأكياس كامل تتعاملوا معه بنفس الطريقة سواء أدرته هذا الطريقة تهد طعام إكسبرس و لا أدرته طريقة تقليدية طعام لما نفتله في الدار يعني رح يكون سهل و ما رحش يجونه كامل هادوك البراكس وبالنسبة للطعام اللي نفتله في الدار إذا درتوله نفس الطريقة رح تديروله نفس الكمية تحتاج الماء اللي هي اللتر ونصف و كستعلاتي بشرط أنه طعام يعني يكون متوسط و يكون شرقيق بزار إذا طعم تحكم خرج فيه بعض الكوريات رح تديروا طعام تحكم على شكل قبة وبالتالي هذو الكوريات كامل رح يجيكم على الأطراف يعني رح ترفضوهم وهم ليك يعني ما تضغطوش عليهم يعني فقط رح تمسوهم و رح يتفتحوكم بكل سهولة هنا رح نزيد نكمل الكمية اللي بقتلي و رح نفتح كامل هذا الطعام يعني اللي غالب هذا هو طعام المشري كامل سوى قدرته الطريقة التقليدية و لهذه الطريقة يعني رح يخرجو لكم البراكس لأنه طعام يعني اللي نديروه بالماشينة و لنشروه من الخارج يعني هنا ما رحش يكون كما طعام اللي رح نوجدوه في المنزل على بها يعني يخرجونا هذوك البراكس أنا رح نخليه جانبا و رح نزيد نكمل الكمية الأخرى و رح نتحصل في النهاية على هذه النتيجة يعني شوفو هنا طعام لما يكون مرشوش مليح مليح يعني يكون يترعد وحده وحده كما نقولوا بالدرجة هنا كنت جبت صحن تقليدي يعني من الدرور الأطباق التقليدية نديرو لهم كذلك أشياء تقليدية هكذا بشكين ديرو الوصفة نديروها بكل طقوسها أنا دير الكثير من وصفة الكسكوسي في القناة رح نخليكم رابط قائمة تشغيل الكسكوسي والأطباق التقليدية في صندوق الوصف إذا حبيتو تشوفوها بالنسبة لهذاك الرايب ليش توني يعني سقيت به في البداية يعني هوا الصنع منزلي أنا هذا الرايب كما درتو به الحليب تعال البقرة لكن هหليب هذك لي يجي في الأكياس يعني شوفوه تحصلت على نتيجة مليح وكان هاهدا رايب مرا معش يتماسج كملي إحمله لأن الحليب تعال البقرة يعني اله productivitybulطه اللي يجي في الأكياس تجي فيه كمية من السائل من دير النفس الوصفة بنفس الطريقة كما ر Helوا تشوفون في الصورة يعني هالرايب تحيجي متماسكة جدا questioning jaki هاذك الرايب لأستطاع الله يزال بها في الصحور في شهر رمضان سيكون مفيد جدا نتائج ممتازة سنقوم برابطة الفيديو في صندوق الوصف نحن نحاول في الايام القريبة القادمة بطريقة نضيف حليب البقري يتم تلك الاكياس و ايضا نضيف حليب البقري يعني اللي نشيروه من عند اللبان فقط إذا راكم تشوفوا في الفيديو لهذه اللحظة ما تنسونيش من اللايك يا جماعة اللايكات مهمة جدا هكذا باش ينتشر الفيديو على نطاق واسع يعني كذلك هدك اللايك راح يكون بمثابة تشجيع ليا هكذا باش نقدم لكم المزيد والمزيد من الوصفات المنزلية الناجحة إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة إن شاء الله الفيديو يكون مفيد وخصوصا بالنسبة للمبتدئات هذه نهاية الفيديو وفي الأخير مع لي إلا نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته